أستاذ أشرف عايز أعرف منك تقييمك للرد الإيراني وللتواعد الإسرائيلي مبدئياً كده بس يعني تقييمك لللي بيحصل إيه والله يا أستاذ إيهاب أنا شاف إحنا بصدد حرب نووية كارثية على الأبواب مع الأسف يعني إن لم تسيقظ الإنسانية العالمية وخصوصاً منها الإقليمية والتمرد على نظرية لطالما العصمة في يد شخص يضع نيتان ياهو تجاه الغرب الوئيات المتحدة الأمريكية إنجلترا فرنسا ألمانيا إلى آخره فإحنا بصدد هذا الشؤم الذي لا يعلم مده إلا الله سبحانه وتعالى بكل أسف يعني يعني تخيل على سبيل مثال أولاً هو الرد الإيراني على ضرب قنصليتها في العراق أيها ووفقاً للمواثيق الدولية بأن اللي حصل ده إعتداء على أرض إيرانية طبعاً على سيادة إيران وفي ظل للأسف شديد الإنحياز الأعمى بكل أسف لما يسمى دي إسرائيل تمام؟ مع احترامي للمعتدلين منهم كشعب يعني اللي إن المجتمع الدولي أنا ذاك لم يتحرك لكن مجرد ما إيران فكرت فيه الرد عشان توصل لعدة رسائل متنوعة في الشكل وفيه المضمون تمام انتفض المجلس الأمن والأمم المتحدة والغرب كله وإلى خيره يعني هل حقيقة شايف إن ده اللي كان مقصود من الأصل إن إسرائيل لما بدأت تحس بإن الغرب بيقل المعونات واللي حربها على غزة وإن نتنياهو قال صراحة سمع صراحة من جو بايدن إنه هيتحمل اقتصاد إسرائيل التلت من تكلفة الحرب بينما تتحمل أمريكا والدول الأخرى تلتين فهل افتعل هذا الأمر علشان يحقق كل هذا الانحياز معين الرد الإيراني لم يحقق شيء كلام حرك مظبوط والحقيقة لما قلت مفردة الله يسمع في يدي نتنياهو تجاه جو بايدن وسوناك بريطانيا وماكرون فرنسا وألمانيا شولز بالضبط كده بكل أسف هالسيناريو الحاصل على الأرض اللي أنا بعتبره امتدال لـ 45 سنة فاتت تحديدا منذ قيام ما يعرف بيقى الثورة الإسلامية الإيرانية تمام؟ وبالتالي نتنياهو في خلينا أقول لك المنورة اللي تم مدية ما فدها هو امتصاص غضب الشارع في أمريكا في الدول الأوروبية في الشارع الأوسط عموما بالفعل للأسف ده اللي حصل يعني أصلها بتعم يهودي يعني التصرف طعمه شبه لما كان بيجن بيعيط وشبه لما بنجوريون بيولتم والجو بتاع استدرار العطف الخايب ده وأنا بس اسمح له أستاذ إحابي أنا لفظ يهودي في حد ذاته ده أنا بحترمه كادينا طبعا كلنا لأن دي ديانة سهيوني سهيوني تمام ما يجري على العرض بكل أسف هي سهيونية مرتبطة باستعمار والمدن تبا لليهود أنفسهم صحيح معايا حضرتك صحيح في فصائل فعلا وبالتالي يمكن سبق أولتر حرق قبل كده نتنياهو في الوقت الحالي هو من يكتب تاريخ أو نهاية النظام السياسي الغربي بين قسين جو بايدن منعرف كلنا أن العلاقة حميمية جدا لأبعد درجة ما بين بين نتنياهو ودونالد ترامب أو طبعا كل ما يجري الآن من المنورات هو بيقاهل لإعادة فوز ترامب مرة ما فده بالظبط كده ما جاء دونالد ترامب والقضاء على جو بايدن ولذلك لما تحرك الغرب مؤخرا الأيام اللي فاتت وتعديل المصار بشكل أعلني معايا حضرتك إزاي على الأرض فقط لهذه الجزئية مش بدفع الإنسانية تجاه ما يجري من وقدها واغتيالها على الأرض تعديل المصار إيه فن؟ تعديل المصار الغرب رؤيتهم لفلسطينيين من يمنا تانياهو معايا حضرتك إزاي بالفعل يعني تمام مش بدافع ما الانتهاكات الإنسانية في غزة والبادة الجماعية الجارية لا هو ليه مصلحته الشخصية في المقام الأول اللي هي اللي هي إن نتانياهو ما لم الغرب يتدرك الأمر نتانياهو يكتب نهاية طاريخ السياسي لكل الأنظمة السياسية الغربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر